موسيقى يا صباح الخير عن جديد بفصل الشتاء بتكتر الأمراض اللي بتتعلق بالمعدة والكولون والأمعاء وكتير من الناس تدهيق بفصل الشتاء أول ما هيك تنسم نساقمه بتقولك بطني أمعائي ولكن فيه أمراض مثلا بتدبير معين نقدر نسيطر عليها تشنوج الكولون هو حالة أو متلازمة بتصيب منطقة أسفل البطن أو حتى يمينه أو يساره وطبعا بينتج عنه مضاعفات عديدة وموجعة جدا للأشخاص اللي بتعاني منه إذا ما أخدت التدبيرات بشكل سريع تماما يا ورد وتشنوج الكولون يعني بالفعل مثله مثل أي مرض آخر بيصيب منطقة البطن وما حوله ولكن بيختلف من شخص للتاني وحسب الأسباب ودائما منتساءل أنه ليش وكيف مننصاب فيها أو حتى طرق الوقاية منه وهل هو مرض مزمن أو دائما منقدر نتخلص منه كل هذا وأكثر رح نحكي فيه مع الدكتور نعمان زيدان الاختصاصي بأمراض جهاز الهضم والكبادية اللي صار معنا بالاستوديو يسعد صباحك دكتور صباح الورد صباح خير دكتور صباح وسهلا فيك يعني ما رح نسميه مرض هنسميه متلازمة لأنه ممكن ما يكون ناجم عن مرض عضوي فعلا بهذا العضو اللي اسمه الأمعاء الغليظة فشو ممكن نعرف متلازمة الكولون المتهيج؟ نعم بعد صباح الخير حابب بس أذكر سادة المشاهدين بالبداية شو الكولون وكم كولون عنه الكولون هو العضو النهائي الموجود بالجهاز الهضم وفي عنا الكولون الصاعد في عدنا الكولون المعترض في عنا الكولون النازل في عنا الكولون السيني في عنا المستقيم وفي عنا الشرج ليش حبي تقسم هذا التصنيف؟ لأنه حضرتك بعض الإصابات تتخصص ببعض من أجزاء من هذا الكولون طيب صحيح هذا الحكي شو مهمة الكولون الرئيسية؟ هو امتصاص المياه والماء وبعض الفيتامينات وبعض المركبات وهي قليلة جداً بس عادةً بيمتص الكولون وبيساوي تركيز للكتلة البرازية وتسليك الكتلة البرازية باتجاه خارج الجسم أو ما يسمى الفضلات هلأ نحنا ليش أنا ذكرت الكولون الصاعد والمعترض والنازل والسيني؟ لأنه لازم نميز متل ما حضرتك قلت شو معنات شو الفرق بين المرض العضوي والمرض اللاعضوي المرض العضوي هو المرض المسبب بأزيات إما فيروسية إما مرضية مناعية كالتهاب الكولون القرحي وداء كرون أو مسبب بالطوفيليات والفيروسات أو الأزيات الكيموية يعني بالأدوية خلصنا منه ما حنحكي عنه هلأ مطولاً هذا موضوع خاص تمام في عنا شي اسمه متلازمة الكولون الهيوجي أو ما يسمى إي بي أس هذا المرض هو عبارة عن متلازمة وحضرتك ذكرته أنه متلازمة لما منقول متلازمة معنات في عنا أكتر من شغلة تترافق مع المرض الأساسي شو هي المتلازمة قرقعة بالبطن عدم انتظام بالخروج نفخة وتطبل ألم بطني عدم ارتياح وشعور بعصفة الهضم هذول هن الخمسة الرئيسيين اللي بسببوا متلازمة الكولون العصبي شو أسبابه حقيقة في عنا أسباب عديدة متل ما قلت بالبداية لازم ننفي كل شي أمراض عضوية بعد ما نفينا الأمراض العضوية لازم ننفي الحالات والمسببات الغذائية يعني المريض بركي أكله غلط بركي حياته غلط بركي نفسيته مارئ بأزمة نفسية بركي طالب متوتر بالبكالوريا كله ممكن يأثر على كله هذا بأثر على ما يسمى الجهاز الهضم لذلك أحيانا التوترات النفسية بتصب حضرتك ممكن تصب على المعدة فمنقول معدة عصبية ممكن تصب على الرأس فبتسبب هجمات الشقيقة التوترية وأخيرا بتصب على الكولون فبتسبب الكولون العصبي أو على الثلاثة سوى طبعا ممكن ثلاثة سوى للأسف وبيصبوا لسه على المفاصل فبصير عنا متلازمة تعدد الإصابات الأعضاء وهنا بتكون المريض كتير تعبان سريريا تماما عم نحكي عن موضوع بالفعل حساس جدا وأغلب الأشخاص يمكن لمنصادفهم أو أهلينا أو الجيران بحياتنا منلاقي نسبة كتير منيحة منهم عم بتعاني من هاي الأعراض وإيضا من الكولون طيب إذا بدنا نحكي عن الشتوية والصيف كتير من الأشخاص بيقولوا إنه بالفعل نحنا بس يجي الشتوية بتزيد عننا هاي الأعراض بيزيد عننا الآلام بتزيد عننا كل الأساسية اللي ممكن تكون مختلفة جدا عن الأساسية اللي عم بتصير بالصيف معنا فاليوم شو الرابط بين الشتوية والكولون العصبي تماما الرابط قوي جدا وحابب بس أنه إضيف على جملة حضرتك أنه وللأسف أنه الكولون العصبي يصيب العمر الشبابي فبتلاقي ممكن الطفل أو الشب يبلش من عمر خمسة عشر سبتعاش وطمنتعاش عشرين يعني تصيبه بأجمل فترة بحياته اللي بدي أسس حياته وهذا أمر مرتبط جدا بالحياة الحالة النفسية فبتمنتعاش البكالوريا وتأسيس الشباب والشخصية ففي عنا قبل الزواج في عنا العسكرية في عنا الجامعة كل هذا بتأثر بالنسبة للشتاء طبعا في عنا ناس بيقلك دكتور أنا شيء أنه باكل لفحة باردة عرقبتي بتنشكل واحد بيقلك دكتور أول ما بتيجي لفحة باردة على والشيء بصير عندي هجمة شقيقة و جيوب صحيح بالنسبة للكولون أخطر شيء حقيقة بالشتاء هو التعرض للبرد من بيجي لبرد؟ جميع الدراسات أثبتت أن البرد للكولون بيجي من الرجلين وليس من الرأس بمعنى واحد دي توضب مي باردة ما في بعد ساعة بتشناش كولون واحد دعس على أرض باردة بديار مثلا بين غرفة وغرفة هلأ تختلف نسبة التحسوس بين عيلة وعيلة وشخص وشخص وعمر وعمر لنفس الشخص يعني بيلك دكتور أنا ما كنت سيريك بس لمن هلأ عم بيطلع من الحمام بعد الاستحمام لبين ما ألبس أوعيه أنا بكون شناش كولوني تماما إذن البرد له صيلة وطيضة لذلك نحنا شو منقول منقول برد راسك دفي رجليك نحنا كأطباء هضمية أطباء العصبية بقولوا لا دفي راسك و ورأبتك نحنا ندعو إلى الدفع بشكل عام من الخارج عن طريق اللبس والوقاية وإنه يلبس جرابات صوفية فبتخف نسبة التشنج البردي خمسين بالمئة اثنين بقولوا للمريض الله يخليك دفي لي بطنك من الداخل بابونج زهورات لومونادة دافية كركدين كل هذه الشربات المتوفرة الحمد الله عنا بالبلد بتدفي البطن نحنا في عنا عادات كتير عادات اسمها المتة أنا المتة بحبها شخصيا ولكن بقول لا تفيد كثيرا في الشتاء من حيث المبدأ لأنه في سكر عالي بنصح اللي بده يشربها لأنه السكر يسبب فرط حركية الأمعاء ويسبب إسهالات بس كمان بس كمان بس كمان في ناس بيقول لك تشربها بدون سكر في ناس أنا بقول لهم بلا سكر وضيفولها نعنع مثلا ضيفولها مليسة قام بتلاقي أنه ارتاح المريض بيقول لك والله أنا ارتحت يا دكتور بقول له إذن أنت ما عندك مرض أنت عندك حالة لذلك حضرتك قلت أنه اسمه متلازمة الكولون الهيوجي أو العصبي وليست مرض الكولون طيب دكتور في كتير ناس ما لهم علاقة بقصة برد ودفا أكيد بتأثر ولكن لهم علاقة بقصة شو بيتناولوا من أطعمة بيقول لك أنا بس أكل فلان طعام فيه فلان مكون غذائي فورا بتصيبني هجمة كولون أو بحس حالي متدايق أو شيء إمساك أو شيء إسهال شو الأغذية اللي بتأذي الكولون بالنسبة للأغذية اللي بتأذي الكولون من زلمة لزلمة من شخص لشخص من عمر لعمر تختلف يعني بيجيني مريض مثلا عمره 40 سنة بيقول لي دكتور أنا لئمتين تسئية عم يفوتوني على المشفى عم روح على المشفى أخد قبر التشنج بس أنا كنت أكل خمس صندويشات فلافل ما يصر لي شيء بقول له تغيرت هلأ الفيزيولوجية تبعك تغيرت البطاني تبع كولونك لذلك نحنا شو منقول بيقول لي دكتور أنا شو أكله أشرب بقول له دقيقة أنت ستصنف أكلك على بلاك ليست ووايت ليست يعني قائمة سوداء وقائمة بيضاء بس ولكن بشكل عام معروف عنا نحنا بأهل الشام أو أهل سوريا أو أهل المنطقة أنه بعض الأكلات الشتوية النافخة يعني كل هاتنا مناكل ترمز ومناكل فول ومناكل تسئية ومناكل عدس مجروش وحبوبية ومناكل فاصولية حب عشي خانم ومناكل كثير أكلات تنفخ يا حرام يا كولون هذا الكولون بريء من هذه الأكلات ولكنه يتهنى فيها لأنه هي أكلات غنية بالبروتينات والألياف نحنا بننصح المريض بقول له لا تحرم نفسك يعني جاء عبالك فريكي كل لئمتين جاء عبالك تسئية حموص لئمتين وشوية كمون مع شوية حبة نحنا بنعطيها للمريض إذن الأكلات النافخة معروفة بمجتمعنا يعني ستة وستة بيعرفوه من يوم يوم هلأ مثلا لدينا أكلة اسمها السليقة اللي هي الأمح المسلوق أو العدس شربة العدس أو شربة العدس هلأ بعض الأكلات عم نضيف لبعض المكونات بعض النباتات عم تخفف من مسبة الأزية بس ما بتخففها كلها قام المريض بيقول لك والله يا دكتور لما نساويت حمية وأكلت أربع لئم ما زوتهم ارتحت بس والله يا دكتور إن عزمت مبارح على أكلة يا أخي ما در تقاوم ما در تقاوم إذن هلأ اكتشفنا أنه بطنه بينتفخ على الحراء بأصبعه فهو بده يصنف نفسه تماماً كل مريض يصنف نفسه لاحظ حضرتك هو نفسه المريض بيقول أنا دكتور والله من سنتين كنت أكل فلافل لا يصر لي شيء هلأ أرصين عم يصير كولوني كتير شو أعراض الكولون النافخة هي النفخة والتطبل والتشجؤ تشجؤ يعني تجشؤ هو إخراج الغازات إخراج الهواء نحن نسمي المعدة فقاعة هوائية وفي المعدة وفي الكولون غازات إذن ما يخرج من الأمعاء هو غازات ما يخرج من الفم من المعدة هو فقاعة هوائية طيب ليش؟ لأنه يأكل بسرعة ما عم يعلك اللقمة منيح الأكل بيتخمر عم يشرب معه عصائر كثيرة يعني عم يمدد العصارات الحامضة معنى النظرية هي بطلت ولكن لازالت موجودة تماماً ختاماً دكتور بس لو سمحت هيك سريعاً لكل الأشخاص يلي مفكرين أنه هاذ أو هاي المتلازمة هي متلازمة إحنا ما بنخلص منها وطالما أنا معي كولون عصبي فأنا دايماً هأرجع يصير معي هاي الأعراض ودايماً لازم حاول أنه أنا أعمل الوقاية الصحية ولازم أنا يكون في معايير يمشي عليك رمال ارتاح منه بكلمتين هل هذا المرض يعتبر مرض مزمن لا علاج لإله ممكن يرجع لإلنا لاحقاً ولا لا في طرق للعلاج في طرق للعلاج في أدوية كثيرة تستخدم أساسها الحمية نوعية الطعام وبعض الأدوية والراحة النفسية الاجتماعية تمام يعني هاي أخر وحدة حكيتها موجودة عم كلنا الله يبعث لكل الراحة النفسية والاجتماعية إن شاء الله يا رب هيك الراحة الجسدية النفسية المادية نعم والاجتماعية لكل الناس يا رب شكراً لك دكتور نعمان أهلا وسهلا فيك احترامات شكراً كتير لإلكو أهلا وسهلا فيك دكتور